اشتركوا في القناة 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 قال علي يبقى عجوز كرويا حتى وهو شباب علي ماهر من قلائل وضع الجنرال محمود الجوار رحمه الله عينه عليه بدري زي أحمد فاتحي كده وكم لعيب يعني في لعيبة الجواري شافهم الله رحمه وهم 16-17 سنة وبالتالي لا مباراة يخشى منها فنيا لأنه الآن يعد علي ماهر لتقديم نفسه مع الأسيوطي في تجربة الكأس خروج المغلوب أظن أن علي ماهر المهاجم كمان كمدرب لا هيبقى عنده تركات ده مش معناه أنها ثقيلة بمعنى أن الأهلي حتى لو خرج يعني جريح من القمة معناه أنه هو تحت الضغط بالعكس يظل الأسيوطي ولا تحت الضغط لكن فرقة الأهلي محتاجة الكثير من لملمة النفس مش التكتيج برضو مش التبديل ولا التشكيل لا لملمت فكرة أن الموسم خلص وإحنا أفضل حاجة كيف تصرب ده لللاعبين هو ده اللي كان محتاج خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا جهد من الجهاز أظن طبعا أنه ما شاء الله طبعا حسام البدري وكل الطاقم الفني أكيد خلصوا من القصة دي يبقى التوفيق ويبقى التشكيل الحقيقة التشكيل بقى محتاج المراضي دونما مغامرات لأهي انتهاء لموسم وبحساب النقاط لأهي بالنكعة والت زي البوكس يعني خلاص الضربة القضية أتيها لا محالة أكيد في مباريات الكاس في كل العالم لا يوجد كبير زي القمة كده لما بنقول عليها بس عكسية شوية بنقول في القمة ما تسألش أصحاب الدربي مين في مركز إيه والفرق العددي في النقاط كام في مباريات الكؤوس لا كبيرة ولا صغير وحضرتك والعبد لله وكل زملائنا في كل الأجيال يا ما كتبوا عن مفاجآت الكؤوس يا ما كتبوا عن القادمين من الدرجة التانية لمنازعة الكبار ولو للدور قبل النهائي مثلا ومن ثم هي مباراة حلوة جديرة بالمشاهدة هتبقى على نجيل ساخن جدا لكن فنيا الحقيقة فالطاقمين واللعبين في حالة يستحقوا ان احنا نقول النوم من الأفضل خلال الموسم حتى في ضبط النفس يمكن فدت النادي الأهلي بجهازة فني عندهم من الخبرات حتى مع حصد البطولات الكبيرة والفرحة كبيرة لطاي الصفحة وايضا مع الإخفاق طاي الصفحة مؤكد وده اللي قلت حضراك عليه أو أنا وانت حبينا نوصله لجمهورك وجمهور قناة النادي الأهلي انه في النادي الأهلي الحسابات مستمرة طالما انت تعمل يعني السيستم شغال ما بيقفش علشان يقول الرئيس تقرب هو بدم في فردة كويتش حصل فيها حاجة نقف بقى ونشوف ايه اللي حصل والمصمر منينه وكذا لا على طول بنستمر في الرحلة لكن بندرس هل ما خدناش بالنا من المطاب هل ما شفناش السرعات هل ما ضبطناش هواء الإطارات لكن السيارة الحمراء تظل قائمة زي ما هي وبالتالي لا المؤكد انه أنا أكدت حضراك وانت بتعيدها تاني هو انه طوية الصفحة بالكامل والان في الفهرس في صفحة جديدة اسمها صفحة مباراة الأسيوتي في كأس مصر مباراة تشوفها ازاي من عين الاخرى من عين الكابتن علي ماهل اللي شايف ان فيه كان تراجع فيه المباراة الأخيرة للنادي الأهلي هل هيلعب انه يستغل ده ولا عارف ان الأهلي بيعمل استفاقته السريعة موقفه ايه في المواجهة هاخد بقى من عندك استفاقته السريعة علي ماهر وعد ممن استفاقه أحيانا لما كان مع النادي الأهلي وتربى على هذه المدرسة وبالتالي سيؤكد للاعبيه ان الأهلي مش ابن مباراة حتى لو كانت القبن مش ابن أخطاء حتى لو كانت جماعية مش هنقول فردية مش ابن يعني تشكيل كان يحتاج لتعديل وتبديل وتوافيق هيفهمهم كل ده وبالتالي لن يبدأها مجازفا علي ماهر لكنه سيتحين الفرصة لأنه هو هيلعب على العامل النفسي للعبته مش للعبت النادي الأهلي في شحنهم انه من هنا من هنا نستطيع الوصول للمرمى الأحمر ومن ثم فرصة الهدف للأسيوط عزيزة لكن علي ماهر مركز انه لو حدث ستبعثوا رسالة لفريق النادي الأهلي انه يبدو انه نهايات الموسم مش لصالحكم وده جزء معناوي شوي ما ينفعش فنان طبعا ما ينفعش فنان لكن لازم علي ماهر يقول لعبته كده لو قدرتوا تخطفوا جون هتديقوا النادي الأهلي هتعكننوا لعبت النادي الأهلي هتخرجوا لعبت النادي الأهلي عن تكتكهم لأنهم لن يتحملوا أبدا مغامرة جديدة بعد الكمة خاصة في ظل الكأس التي لا تعترف إلا بالنوك أوت علي ماهر لا يستطيع أحد أن يؤكد أنه هيعد مفاجآت لكن هيشحن كل الهمم اللي عنه خاصة أنه ما لديه لازم نأكد لعب فريق محترم برضو ووصل بهم لمرحلة كويسة الله ينر عليك يعني فرقة بعدت وهي لسه صعدة عن الهبوط ومشت في شكل ويمكنها الحصان لسود السنة وعمل ايه كمان ما شاء الله انت متابع دائما كعدتك وعمل ايه بقى بعد مرحلة الهروب من القاع وصل لمقارعة منطقة ما بعد القاع يعني مشيها بتكتيك فعلا يقول أن علي ماهر هيبقى مدرب حالة كويسة في الدوري واستطاع شحن الهمم دي وخلى الفرقة تبقى فرقة ونوشات للكبار وده العلي ماهر لو قدر لي أن يقعد في الأسيوتي مع جزء من الإمكانيات قد يذهب بالفريق ده لأبعد من منطقة الوسط الدافئة بحسب تقديراتي لكنه بكل تأكيد مستعد للمباراة لكنه يخشى من مفاجأة المفاجأة بالنسبة لعلي ماهر أن يبدأ الأهلي بإحراز الأهداف عكس مفاجأة الأسيوتي أن يخطف الأهداف علي ماهر هيضرب لعبته على إحراز الهدف الأحمر لا يعني انتهاء الموضوع لأنه مش المفاجأة لكن المفاجأة يا شباب أن انتوا تخطفوا هدف في المرمى الأحمر يعني يربك الحسابات قليلا ولو في الملع أعتقد أنها مباراة فعلا فنيا هتكون بين البدري اللي الجمهوره بيحب يقوله بدريولا وبين علي ماهر اللي البعض بدأ يقول عليه الجهري الصغير أكيد هيبقى فيها أكتر من كود أو شفرة زي ما بنقول دايما هتشاف فيها مواجهتين مواجهة في الملعب مواجهة ومواجهة على الدكتين تمام وبالتالي لا هي مباراة فيها شوية كده زي رؤية الشطران يعني هتحس أنه إيه علي ماهر بيسخن لعيب حسامة هيقول لأيوب سيد معاوض وبيعمل إيه هيقولولها كابتن كذا لا فيها فيها فكرة فنية مهمة مدرسة واحدة تقريبا وتأكيدات بأنها مباراة جديرة بالمشاهدة والحقيقة فكرة التلات تلف متفرج إن شاء الله يعني هي فكرة رائعة كبداية على الأقل لأنك لو كنت معنا في الملعب في القمة يعني الحمد لله إن أنا رحت لأنه الحقيقة كنت مشتئة أشوف أستاذ القاهرة يعني مفاش جمهور بكر بيقولوا تلات تلاف متفرج لا كان فيه حاجة وبرضو لو زمينا في الأعداد يتبعونها إن كانت آخر معلومة إن ما فيش جماهير خالص موجودة بكر مش عارف لكن لو فتحوا الموضوع زي ما قلنا تبقى للقاعدة اللي أسسوا عليها يبقى بالتالي الموضوع هيبقى فيه حميمية هو كده كده خلاص اعتدت الأهلي واعتدت كل الفرق إنها تلعب بدون لكن أنا بنقلك مشاعري وأنا في أستاذ القاهرة الحقيقة على قلة الجماهير لكن كان فيه حماس مبعوث من المدرجات قبل حتى من الأجهزة الفنية هي طبعا المعلومة إن هي بكرة من غير جمهور قد تقتصر على الدعوات ويبقى بكرة ما فيش جمهور بكرة باستثناء الدعوات باستثناء الدعوات طب قويس إن حضراك أكدتها برضو للجمهور لأنه ما كانت قد أعلن من أسبوعين إنه في النهاية هيكون فيه موجود مع الكأس وده اللي كان بيخلي الناس عندها يعني وثيق التأمين كده على ما هو قادم من المباريات وما أجمل أن تبدأ مع النادي الأهل فكرة الجماهير لأنه الحقيقة ما شفناش ثمت يعني خزلان لما جمهور الأهل بيبقى في الملعب ما بتلاقيش إن هو اعتدى على الأعراف في الفترة الأخيرة على الأقل بعد ما بقى القرار الجماهيري نفسه أن للأهل جمهور كامل من غير مسميات طبعا الأهل دايما ليه جمهور كامل وبيسنده في أي وقت وطبعا في الأوقات دي بالذات بلاقي جمهور الأهل بيلتف حتى على السوشيال ميديا وفي الكلام وفي التصريح دعم غير كامل للجهاز الفني والفريق عادة أهلوية عادة أهلوية وانت بتفنش مباراة حتى لو القمة وبخصارة بتجد التصفيق والاستعداد للمباراة القادمة هي بالفعل قواعد حمراء على مستوى الجمهور زي ما قلنا عن قواعد الحمراء على مستوى الإدارة وعلى مستوى الفنيات في الفرق الرياضي أستاذ عصامي بكين اللي على الساحة هفرد نفسه في الساعات الأخيرة هي أزمة محمد صلاح والله يشوف أزمة محمد صلاح هي أزمة حساسة جدا أزمة ملهاش لازمة أزمة يمكن تدركها مع الكبار لو لا الظرف الصحي اللي فيه المهانسة هنا بريدة أعتقد أنها كانت قد تلاشت تماما لكن أعتقد أنه خلال الـ 24 ساعة القادمين هيحصل حالة من التبريد اللي حاصل وفي نفس الوقت هتجد أنه كل الأمور مجدودة على امتدادها كان زماننا بقوله الموانس خلع عبد العز بيقول أنه هو أكلم محمد صلاح وخلاص الموضوع يعني فطريق الحل وإن شاء الله الأمور تبقى محلولة تماما هو عمل النهاردة مدخلتين تقريبا مع صلاح يعني باعتبارنا عاديم في تلفزيون ووصل معاه أنه أنت ابن البلد دي كلها على بعضها طبعا أنت خارج أطر كل المنازعات والمنافسات ركز بس بدرعا بين أي حد الله عليك يا هاب ركز في الملعب وكل الأشياء الأخرى حلها سهل خاصة أنه تحاد الكرة من جانب الراعي الرئيسي من جانب قالوا أؤمر يا أبو صلاح ودي بداية طيبة لإنهاء الحزمة دي حتى قلت في الإنترو أين كانت الحقوق فين الكثة صراحة فين جاية منين الناس تقولوا إحنا عنينا يا صلاح وعايزين كل الأمور تبقى مش عشان لسه المنتخب في المونديال لسه لكن عشان تركيزك في المتشطة الجاية والأقام اللي كلنا منتظرنا الله عليك ومعنى ديك ليفربول طبعا اللي هو يعني خلانا نقول إنه الناس دي قدرت ابننا صلاح وبالتالي إحنا عايزين بداية استعادة صلاح لتركيزه تكون معنى دي كمان اللي عمل له حالة الحياة جميلة هو وجماهير ليفربول طبعا وبالتالي أنا بقول لحضراتك إنه الـ 24 ساعة اللي جاي أو من هنا لظهر الغد إن شاء الله ما فيش أي مشكلة خاصة لما ترجع بقى وتقول إنه اتحاد الكرة كان دائم التواصل عشان نوصل كاس العالم بكل ما يملو الرعاة والشركة الرعية كانت بعد دموعهم صادقة القمصريين مع التآهل ومع ضربة الجزاء بتاعة صلاح في مباراتنا قبل الأخيرة وبالتالي ما ظنش إنه يا السيد محمد كامل وإنت عارفه وأنا عارفه ما ظنش إنه لو صلاح ده عاوز إيه مش هيعمله أنا متأكد إن محمد كامل ما فيش واحد في 104 مليون مش هشوف صلاح عايز إيه وعمله بس كده لكن أنا حاسس إن صلاح محتاج برضه لما يبقى زعلان يقول لإنه الحقيقة برضه فيه جزء من وكيله كان فيه استهانة في الحوار مع مؤسسة الكرة المصرية بصراحة شديدة يعني وأنا قريت المخطبات وأقول حديث على التويتات والمصر يعني بصراحة التويتات يعني ممكن نقول إنه أمر شخصي لكن عندما تتحدث مع بيت الكرة المصرية كان يمكنك يا سيدي الوكيل وأنا أعلم إنه رواجل الحقيقة حريص على حقوق ابننا صلاح وكل حاجة لكن كان عليه أن يجيد المخطبة أكثر من كده بس أنا بقولك إن أعوز عصام من الاتحاد الكرة هو الأحرص في كل وقت على محمد صلاح مؤكد ده أنا بقول ده لصلاح لأن الرسالة أنت وكيل محترم وكل حاجة لكن أنت بالنسبة لك ده العيب إنما ده ابننا مؤكد مؤكد أنت قلت يعني عدلتلي الجملة بشياكة وفعلا بما يستحقه هذا الفرعون الذهبي مو صلاح يعني لما نركبه من يومزي حتى زي أسمها الفرعون مو صلاح يعني فعلا المية واربعة مليون مش بس كامل ولا بريدة ولا بقعاب ولا بقصام لا 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 المية واربعة مليون هم حرصين أنه صلاح يؤمر ليه؟ لأنه هو اللي بدأ وقدم لنا هو اللي بدأ وفرحنا هو اللي بدأ وشرفنا أكيد وإحنا سعادة بي وأكيد كلنا بندعم وأكيد إحنا ننصق إن الساعات دي خلاص القصة مش هيكون في حاجة وإن شاء الله الأمور تلجأ على أفضل من مكان إن شاء الله وده ملف الحقيقة ملتهب جدا على بسطة اللي أنت قلتها وبالتالي يحتاج بقى في قادم الأحوال إنه حد يبقى ملنكهاب مع مو صلاح فرعونة الزهوي وبالتالي عارف لما توقد أي شيء قبل ما يشتعل ده أفضل بكتير يعني أفضل وأفضل لجميع لأن في الآخر زي ما حالك قلت الحلول موجودة طالما القصة عندنا إحنا مننا فينا هتتحل لأن ما عندناش حد يعني هيدوسلك على طرف صلاح ما هنا أنت قلت عارفنا عاملين زي اللي بنالعب بينجبونج أنا وأنت في القصة أما بسألك فلانا هيعمل وقلت لي طبعا طبعا اللي أنا هيعمل طبعا طب ده المية واربعة مليون هيعملوا طب فين المشكلة اللي هي مشكلة يعني تصراحات الوزير خالد عبدالعزيز لأصحاب الشأن بقى وكلاء يعني الوكيد كل حاجة موجودة هتتعامل اللي أنتوا عايزينه أو لو في مشكلة هتبروها تحلت وعطبت ده حاجة كويسة للمهانس خالد عبدالعزيز أنا أعجب بقى وزير أنه حتى قبل التدخل اتحرر أعلن أنه هو سمى التحرك ما بين اتحاد الكرة وابنه واخوه صغير وفرعون الذهبي العربي الأفريقي محمد صلاح وبالتالي قال أنه هيتواصل مع الكل وقد تواصل بالفعل ورفع يعني فكرة الحساسية اللي كانت بدأت تنشأ بعد تويتة النهار ده أنا حاس أن أنت تعبان شوية سلامتك أيهاب بجد يعني وده الحرص وده الاحتراف لا حسن الناس تقلع علينا لا لا يعني يعني ده الاحتراف الحقيقة مش حابب أقول لي الناس حاصل لكن العسام ما حاصل حاجية لا يعني وفي حاجة بس من الإربيز بتاع السود دخلت فوضان وطلعان في شيء حاجة زي قطنة كده زي قطنة لكن ما فيش حاجة وإحنا مكملين حالية لا بس الحقيقة لازم يعني ده نموذج للمحترف المحترم حاليتنا لازم تكمل وفي معادة وإحنا مكملين إن شاء الله أنت شايف أن الأمور دي إن شاء الله بعيدة عن المنتخب تماما وأنا قبل مربط بالمنتخب أنا عايزة تكون بعيدة عن صلاح في مباراته مع ليفربول اللي جاي لأننا منتظرين منه الأكثر لا أنا بص عند النقطة دي أنا متأكد إن محمد صلاح تجاوز الحدود دي تجاوز فكرة أن تظلل جزء من مساحات يعني تركيزه أي قضية ما أي قضية ما ما عادل حقيقة وطنه عشان كده بقولك مع تويتة النهاردة دي اللي زعلت كل الناس إن صلاح يبقى حاسس الإحساس ده إن المعاملة لا تليق فعلا أنا لو إنجلترا دي بيروحها ماشي هروح وأعتقد بكلامك المئة واربعة ممكن يروحوله هل حضرتك تشعر إن شوف إحنا قلنا المئة واربعة مليون مفيش حد يزعل صلاح صحيح لأنه أصلاح حق التأدير هل يوجد في اتحاد الكرة حد يزعل صلاح لا يمكن ما أظنش طبعا أنا بقولك عشان كده النهاردة كانت مش قاسية على اللي بيسمعها كل زعل إن صلاح يشعر بده يعني فعلا الحقيقة الراجلة أنا بريدة رغم الحالة الصحية دي حاولت كده طبعا بنا تمنى له الشفاء الراجل طبع بالاسمه إيه الحركات الشباب دي الواتس لقيته بيقول لي من غير المقبول إن صلاح يبقى زعلان وده الواحده كلام مهم وكلام يضيف الوزير خالد عبعيز أعتقد إنه حتى يعني مؤسسة رياسة نفسها أكيد عن كثب بتتبع ابنها مش بتتبع موقف للدولة لا 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 بتتبع اللي أنت قلته ضمن منظومة المية واربعة مليون مصري حاسين إن ده ابنهم حقيقة وهو أستحق طبعا أنت زي ما قلت بأن الموضوع كبري بدون لازمة والموضوع بسيط جدا الحقيقة طالما في إيدنا حال حقيقة الحقيقة ولا أنت شايف غير كده بكبرتك لا لا بالعكس أنا شايف حتى أنا قلت كلمة واحدة أيا كانت حقوق مين خلاص تعرف بالجدعانة المصرية يا أخي أي حد في المية واربعة مليون ممكن أقول لك أنتو يلحك الحساب عنده باشا يعني بجدعانتنا البسيطة دي طبعا أنا معرفش ليه الحكاية أحب حدي يحط عليها شوية ضوء على شوية سخونة يعني خلي بالك أنه صلاح مرصود غير مسموح للاقتراب من المنصات العظمى وإنت عارف ده إيهاب من مصري من مصري تحديدا كمان غير مسموح إلا بهذا الجهد والعرق اللي عمله ابننا صلاح وبالتالي لازم يخلي باله مش كل الدحك ابتسامة ومش كل الطبطبة حدنية يا صلاح في العالم من لا يريد لبلد زي مصر أن يكون لديها هذا المنتج أن يكون لديها فرعون جديد يعيد بالفعل جوالات نوت عن خامون صدقني هي نفس التوقيتات وهي نفس الحالة من الرهبة العظمى لمصر مع ابننا مو صلاح عجباني أولا أنه عمله زي فعلا زي أسماء الفرعنة الكباري طبعا اللي حاجدنا أكتر واللي حابة أتكلم على أكتر أزيار سمع حضرتك أن صلاح لعيب وسط تيم اسمه منتخب مصري عندنا نجوم كتير تانية هو استحق أن يبقى عليه ضوء ولكن أنني أستحقه واتريزيجي أستحقه وارده أستحقه ولعبتنا كلهم يستحقوا لأن يجب أن يحصل كل لعيب المنتخب المصري على قيمته اللي بيلعب في الدولة المحلة واللي بيلعب محترف لأن كلهم في الآخر تيم كامل بيكمل بعضه وفيش لعيب بيلعب لوحده فبالتالي كل التأدير لكل لعبة المنتخب المصري طبعا أنا بشكرك بس أكيد لعبتنا حطين نصب عينهم أنه اللعيلة لازم بيبقى فيها حد كده كلنا بنعطف عليه بنحبه بنديله حتى منه إحنا أطفال حتى من الشوكولاتة اللي فقدنا لما بيجبر بيبقى يا سيدي لو خارج زعلان كل إخوات يقولونه طب أنت عايز إيه بيبقى ليه كده تأثيره وأعتقد أننا مش في حالة غريبة أعتقد أنها نفس حالة كريستيانو وهي نفس حالة ميسي لو أنت فاكر لما كنا هنا وحد دخل وبيقول لنا واحنا منتخبنا صلاح من غير اتفاد أنت في كرسي وأنا في كرسي على المائدة المستديرة يا جماعة أمام البرتغال منتخب كريستيانو يا جماعة أمام الارجنتين منتخب ميسي وبالتالي أكيد لعبتنا عرفة أنه المائدة واربعة مليون طبعا كلهم في العين والقلب بس أنا بأكد لك من أول أنني منتنازل تدرجا بدوريات أوروبية بدوري المحلي لا كلهم حرسين على صلاح حتى زيادة عن نفسه صح أو لا طبعا طبعا أنه هو بيمثل لهم العنوان الجايد بتاعه حالة الجايد بتاعه بالزبط بس النهاردة مين مش عاوز يبقى فيه مليون صلاح ومليون النني ومليون تريزيجي خايفا ساعد طبعا لأن أنت وديتني حتة مهمة جدا أنه طبعا كل اللي عابين أتحاد الكرة على الأن ورأس صحيح كده كده قلنا طرف صلاح بتاع صلاح طرف أتحاد الكرة هو بتاع صلاح صحيح لكن مع حل الكصة برضو لازم نعرف الحقوق كان بتاعت مين مؤكد ده بقى كلام مصر الحديثة مصر الجديدة والله العظيم بحييك مش مجملة ده اللي لازم يحصل في المحروسة بعد كل التقلبات دي لن نعود للوراء لازم نعرف فيه ايه احنا محدش فينا قاصر سأسان ما اخترعناش العجلة اللي حقوق دي موجودة كريستيانو ميسي نيمار رونالدين وكل اللعيبة كل اللعيب كبير في مكانه عنده حقوقه مع المنتخب وعنده حقوقه مع ندي وعنده حقوقه مع شخصه وعنده وكيل أعماله وبعدين طيارة منتخب مصر عليها كامل عيب مع عليها النين وعليها عصام الحضري وعندهم أيضا وكلاء لعبين فما تبقى القصة هنا لازم نهدى ونشوف القصة ايه وايا كانت في الاخر بس لازم نعرف لازم نعرف ده على فكرة برضو من العنوين المهمة اللي انت طرحتها النهاردة لانه ما هو حنية وزي ما قلنا لغة ولاد البلد احنا وفقين مفيش حد في العالم يتكلمها للمصريين فكرة ولاد البلد دي والله غير مطروح اصدقوني في اي مكان في العالم اللي هي الحلول اللي فيها منطق ولو انه بيبقى بيسموه ايه زي الحاجات المدنية كده لكنه في النهاية قاني الاوان انه لازم نبعارفين ايه اللي حصل يا اخي حتى مدعاء لانه لا يتكرر مدعاء لانه تستقر بقى ثقافة الاحتراف الحقيقي اللي هو حقي وحقك وحتى حق الراجل طبعا وجزء مما يحرك الوكيل انه المؤكد ليه هو كمان ضمن عقده بونس هنا وبوينتس هنا ليه حاجات وعلي بنالتي برضو للشركات هو ماضي كراعي لصلاح انا قاست كوكيل لصلاح فالمؤكد انه هناك زي ما الانجليز بيقوله سامسينج رونج في حاجة غلط انا الاوان انه نبعارفين مجازا حتى لا يقع فيها انا عوزين الشباب الرياضة وكلنا رفعنا شعار نبسط صلاح وبعدها نشوف الحق بتاعت مين وموافقين انها تبقى مع صلاح واصلة 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 بس مصري في اكثر من مرحلة من المراحل في كل مناح الحياة مش في كرة القدم بس فور اثبات حق للغير يا اخي بيكون مطمئن جدا انه طالما الحق عند بلد اسمها مصر لا يمكن ضيعها انا بس كالنفسي تبقى جوه مش برا مش عالسوشي الميديا مش هنا مش هنا مش عارف اللي توارل كده نقطة لقاء ما تبقاش يعني نعرف بعدما القصة تتحل هل صلاح صعب عليه انه مثلا حاول يبحث عن ردود لم يجد لا فيه برضو اكتر من علامة استفان وابل ما صلاح كان يكتب روحت لمين يا صلاح وكسفك كلمت مين وما قالكش ان حقك يبقى معك مثلا هزي اطروحات فقط ولكن في النهاية كل التأدير لمحمد صلاح اللي انا شايفه عامل حالة محترمة ولذلك كلنا معاه صحيح حتى بنقول لو في حاجة مزعلها ومش بتاعته لا يا عم حكتك تمام وزي الفل وبعدين نبقى نشوف فقدونيتنا ايه انا مش بطار على حد نشيل الجريمة لا خالص خالص لا انا انا يعني في اللي هقوله لكن الحقيقة ان المونس هنا بريده الاب الروحي للمنتخب ورئيس المنظومة بقى رسميا اكد لي انه تحدث مع صلاح بنفس لغتك ألا وهي كل الحقوق وصلة بالورقة والألم وما يمكن ان يكون اضافة لم نكن نعلمها حضرين يا فن وهكذا هل تتخيل حضرتك واحد زي هانا بريده انا بقوله علي المعلم المعلم ده اللي ليه اللي يعني في الفيفا عارف كواريسه الله ينور عليه وغاضته وليحته هيبقى الخلاف على حاجة اتحاد الكورة مقدرها غلط وهانا بريده رئيس اتحاد لا يمكن لا ما انا جيالك بقى ماهده لما يتقال يبقى هنوصل للحالة بتاعت انه الوكيل لا تقل ايده شوي بمنطقة صراح لانه لما انا بريده عشان صلاح سماح ما طبعا سماح ليه ما انا برضو حابب انه بحريس عليك طبعا ممكن الحودي كانت تبقى مع تانين مع تلتين طبعا جات معنا انت ومع الاتحاد سماح بس لكن انا بقولك وعشان كده انا بدأت بدمنا ويعني وانا كممكن اقول اوه والراجل لا 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 نحن لا نبحث بالعكس احنا حرسين اللي بقى موجود جنب ابننا يبقى يعني جو تيم حواليه وبالتالي لا بس هو تقال ايده ربما الاحترافية قلبت شوية يعني بينما يتحدث انا بريده ويؤكد انه الشركة الرعية بتقوله كله تمام تلاقي الراجل بيقوله ولكن اذا لم تفعله في صيغة الخطابات سانا شوفتها ما اكيد انت عارف اللي حصل يعني اللي حصل في السياغة وبالتالي حتى ايه هم برضو صعب عليهم والراجل ده بيكلمنا كده ليه انت حلتها وقلت كان صلاح هو اللي كلم حد بدل التواصل ايه زاصان يعني يبدو ان الاخبار مش سعيدة لان صحيفة زاصان طبعا الانجليزية كاتبة ان صلاح عنده تهديد بالاقاف تلت مباراة لان احدى لقطات الفيديو اثبت ان هو قد يكون يعني زق لاعب ضرب لاعب بايده بس ان شاء الله ما جيش على اللي جي في الريش بقشيش ومدافع ستوك سيتي كان فيه دفع كده بس ان شاء الله تعدي لان برضو يعني شوفنا دي حابه يعني فيه هدف الهالكين اتحسب ازاي وكلام ازاي والنهاردة والنهاردة انت بتتلكك لصلاح علشان توقفه تلت مانشاته بتاع وصلاح يعني عنده من الخبرات والامور ان هي ما توصلش لهذه المرحلة ان شاء الله لكن كل التوفيق لمحمد صلاح انا بس عايز اقولك تاني تضامن معي في اصار رسالة يا صلاح اللي شايلك دراعك يا صلاح مش كل الاحضان حنان ولا كل الابتسامات دحكت رضا لانه العالم لا يقبل ابدا بزوج نجم عربي مصري فرعون تحديدا في بلد الكل كان عاوزي كسرها ما تكسرتش وزادت وكبرت مصر الجديدة يا صلاح مش كل الاحضان حنان ولا كل الدحكات رضا عنك حاول تخلي بالك واللي عندنا اهاب قال وانا بأكد لحضرتك اهو رسمي لن يضيع كلنا مية واربعة مليون معاك يا صلاح افضل رسالة بنختم بيا وافضل رسالة بتوجيهها لمحمد صلاح ولو حابب تضيف اي حاجة عبل موجيه لك شوك لا خالص هي بس فكرة انه فعلا كمان في جزء اكثر اهمية في دقيقة واحدة صد الله الاهلي لا يمكن ابدا ان حد يحسب بالقطع لا في تاريخ النادي الاهلي ولا في ملفاته ولا في كتبه ولا نواميسه ولا دوليب بطولاته انه حد يقول اصله القمة لما تبقى كذا يبقى المباريات الجاية ماذا الاهلي يتعامل بصيغة حضرك قلتها وبنأكدها تاني مع كل مباراة يغلق الملف بشكرك وانت محترف محترم شكرك وشرفتين ومحترف وسعيد لما معك عزيزة السلام حبيبا شكرا لكل متابعين على شاشة قناة النادي الاهلي والاهلي في كل مكان على مدار ثلاث ساعات سواء كانت بالبداية او التاريخ ثم بداية اول فقرة حورها كابتن علاء ابراهيم ثم مسكي الختام مع النقد ارياضي الكبير الاستاذ عصام شالتوت وتصبحون على الف خير